بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بدأنا رحلتنا مع القرآن الكريم في شهر رمضان الأمس وانا بقول لكم ان احنا مع بعض عن نعم بنغزل عن نغزل حياتنا بأنوار القرآن الكريم وكان أول خيط غزلنا به الكلام عن مجال ذاتنا كان العبد الممدود والنهاردة هنالكلم عن الصفة التانية وعنالكلم عن الجزء التاني الصفة التانية اللي في الإنسان اللي هي لو موجودة فيه بتخليه إنسان متزن وإنسان متنور بأنوار القرآن الكريم احنا مبارح كان العبد الممدود والنهاردة هيكون الصفة التانية هي العبد المكرم اللي جات في قولي تعالى في سورة البقرة في قولي تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه الآية من بديع ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز احنا عندنا مشكلة بتحصل في حياتنا الأول خالص لازم نتكلم عنها ايه المشكلة؟ تبقى أنا أول مشكلة لما الولد يتخرج من الجامعة ويبقى مستقبل للحياة فتحصل له مشكلة كبيرة جدا جدا إنه هو شايف إنه هو مش قد الحياة إن الحياة أكبر منه فيحاول الناس اللي حواليه يعملوا جريمة كبيرة أنا بسميها جريمة إنهما ينفخوا في ذاته وهم يقصدوا إنهما لما ينفخوا كده هيخلوه قد الحياة وفيه ناس كتيرة جدا 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 تحاول تردد على مسامعه لا أنت قد الحياة ويحفزوه ويبتدوا يقولوله كلام كتير جدا 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 عشان يخلوه يحس إنه هو قد الحياة وإيه تاني فيه ناس كتيرة جمان بتحس إنه مش قد التربية مش قد الجواز متجوزين ومش قد التربية ومش قد الجواز ومش قد الجواز ومش جوزين وهم مش قدرين يتحوروا ومش قادر يعيش مع زوجته الحاجة دي بتبدأ مع الناس كتير وزي ما قلنا بتبدأ مع الشباب وخصوصا بعد ما يخلصوا تعليم ولسه يبقوا دخلين على بوابة الحياة ويبدأ يقول أنا مش قادر فالتاني يقوله لا أنت قادر وعارف وانت إمكانياتك كبيرة ويبتدي يخليه عشان يوصلوا إلى ثقة بالنفس يكلموا كتير قوى قوى عن الحاجات الموجودة فيه وهو قوصد أنه يحفزه لكن الحقيقة الأفضل الأفضل أن أنت تحسسه أنه هو مكرم يعني إيه مكرم الكلمة دي فيها ميزة عجيبة أنه هو عبده مكرم ميزة عجيبة جدا 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 في مسألة التحفيز وتخلي الإنسان عنده حالة من حالات التوهج وتخليه مرتبط مش بنفسه لكن مرتبط بالله سبحانه وتعالى أنت عبد مكرم وبتخليه عايش في توازن مش اللي بيحصل لنا لما نستخدم الإصراف في كلمة الثقة بالنفس لأن الإصراف في كلمة الثقة بالنفس بتخليه الإنسان يطلع منه أشياء مضطربة وأشياء مش متوافقة مع عدم قدرته في بعض الأحيين يبقى الحل هو إيه؟ إنه إنسان مكرم مكرم يعني إيه؟ نشوف الآية بتقوله إيه؟ بتقوله مكرم يعني أنت عندك قدرة أن أنت تزكي نفسك وعلشان كده الآية اللي معانا بنشوفها وهي بتعرض علينا أفضل سيناريو للإنسان المكرم فبتقول لنا الآية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيتنا إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ بعد هذه الآية بيقول كلمة أنا بحبها جدا 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 وتحسسنا بجمال اللي حاصل ده بيقول إيه؟ بيقول وبيبين لنا قيمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول فأخبرهم أي لا أخبر الناس فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كل أن ذلك كله ماله إنما يدركونه برسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا ندرك كل ده بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فدائما عشان تعرف ذاتك وتحقق الاتزان اللي هو يملح حياتك بنور ربنا سبحانه وتعالى لازم تعرف إنك مخلوق مكرم ولقد كرمنا بني آدم معنى أن انت مخلوق مكرم يعني محترم الجسد في أبها سوره ولذلك الله سبحانه وتقول وقد خرقنا للإنسان في أحسن تقويم وليه عقل قابل للحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيرا كثير وعشان أحافظ على تكريمي بقى تعالوا نشوف الآية بتعلمنا إيه أول حاجة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا الآيات فأفهم من كده إيه؟ أنني موصول بالله ولا يمنعني شيء من الوصل بالله سبحانه وتعالى عشان الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليه؟ ليتلو علينا آياته سبحانه وتعالى فمعنى كده إيه؟ أنا موصول ليه طيب موصول؟ لأن آيات الله سبحانه وتعالى تشمل كل جوانب حياتي فيها خبر من قبلنا وفيها فصل ما بيننا وفيه نبأ من بعدنا فأنت إذا تعلمت أن رسول الله يتلو عليك الآيات فأنت موصول فما فيش حاجة أكبر منك تستطيع أن أنت تتصل بالحياة كلها الحاجة التانية إيه؟ أنه بيعلمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يزكينا يعني بيخلينا قادرين على أن إحنا نكون دايما في ترقي وإزاي نحقق الترقي ده؟ أن إحنا يبقى عندنا أمل نحول هذا الأمل إلى عمل آه كده نترقى لأن حضرة النبي يزكيكم يزكيكم يعني إيه؟ يرقيكم يرقيكم من أن أنت تكونوا لسه مقبلين على الحياة لا تبقوا أرقى وتتقدموا في الحياة طب الثالث حاجة إيه؟ ويعلمكم الكتابة والحكمة يعني إيه؟ التعلم المستمر فنتهيأ للحكمة نتهيأ بالحكمة بأن إحنا إيه؟ نتعلم ونبقى قابلين للحكمة لأن التعلم هو اللي بيخلينا قابلين للحكمة وما يؤتى الحكمة فقد أوت يا خيرا كثيرا إيه كل الكرم ده؟ وبعد كده إيه اللي يحصل؟ يجينا بقى الجمع إيه؟ ما بين العلم والخبرة الحياتية فيبقى إيه الجمع بين العلم والخبرة الحياتية؟ في إيه بقى؟ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني إيه الحكاية؟ ونتعلم بقى الخبرة فنضم إلى العلم إلى الحياة فيبقى عندنا يوصلنا إلى الحياة الكريمة أو حياة الكرامة يبقى الآية هنا بتعلمنا حياة الكرامة ويبقى تعاملك مع الإنسان على أنه مكرم لازم تعلم مع الناس كلها لأنها مكرمة مش معناه أن أنت تتعالى عليهم لأنك بيضروها هتشوفهم مكرمين زيك زي ما أنت متكرم إنما المؤمنون أخوة وبالتالي هتبص للناس أنهم مكرمين من رب العالمين وهنقف مع بعض وهنتوقف عن النظر المتعالية أو النظر المثالية للناس وننظر لهم على أنهم بشر عاديين مكرمين من الله سبحانه وتعالى وكلنا حياتنا مليئة بالتكريم ونحترمهم احترام للتكريم أن ربنا كرمهم وأودعهم فيهم ولذلك إيه اللي بيحصل عشان كده بيقول أهل الله كل ما رأيت فالخضر اعتقد يعني كل اللي أنت تشوفه اعتقد أنه هو الخضر يعني أنها تتعلم منه وده تنفيذة لوسية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو خالق الناس بخلق حسن ولو عايز تشوف التكريم ده لازم تعمل ثلاث حاجات أول حاجة تخدم الناس كل يوم اقصد أن أنت تخدم الناس تخدم الناس خدمة حقيقية وإنت قصد أن أنت لما تكرم الناس بتكرم نفسك وإنت قصد أن أنت تعيش الكرامة ما تعيش أن أنت مهان ولا تعيش أن أنت معكش أدوات ولا تعيش أن أنت مش قادر تعمل ده أو ده اعمل أي حاجة صغيرة في خدمة الناس هتلاقي نفسك بتحس بالكرامة وبتحس أن أنت ليك مكانة عند الله سبحانه وتعالى لأنه أجرى الخير على أديك اقصد خدمة حد من الناس وابدأ بأهل بيتك وزميلك في الشغل ولو حتى ما تعرفوش لأن الخدمة هتزكيك وتخرج أجمل ما فيك أنا بقول للناس اللي هم حسين أنهم ما عندهمش مهارات اخدموا الناس هتلاقوا المهارات بتنفجر في قلوبكم بالأنوار اللي ربنا سبحانه وتعالى هيتجلى بيها عليكم وتخليك فعلا تطهر نفسك وتظهر بمظهر الذي كرمه الله سبحانه وتعالى أمر الثاني والمهم أن أنت طول الوقت ترى جمالة ما في الناس ولذلك تطلب من الناس الدعاء اطلب من الناس الدعاء وشوف جميل في الناس ويطلب من الناس الدعاء دائما واذكر الأحياء والأموات بأجمل ما فيهم وتعمل ساعتها بوسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وإن يحصل يبقى إيه اللي يحصل يبقى يطلب من الناس الدعاء وادعي للناس وآخر حاجة ممكن تعملها أنك تحاول تخلي قلبك حاضر دائما في العبادة وتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتذكره بأنه سبحانه وتعالى أكرمك وعرف أن أنت لما تكون حاسس بأن الله قد أكرمك وأنك كريم هتحس بأني أنت قادر تصل إلى التقوى وساعتها تدخل في قولي تعالى أن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سادة إحنا عبيد مكرمين وعشان إحنا مكرمين الحياة مش أكبر مننا الحياة ملكي ربنا فقط اعرف أن أنت من أهل الكرامة واستمر في التعلم واستمر في السير إلى الله ودم الخبرة ودم الخبرة إلى التعلم ساعتها هتحس أن حياتك كلها مكتملة وأن أنت مش أهل من الحياة لأن أنت بتعيش حياة الكرامة من الرب الكريم الذي كرمك وجعلك عبداً تستطيع أن تعيش بمدده كما قلنا في الحلقة الماضية تعيش كريماً في هذه الحياة وأنت عبد الواسع فوسع نظرك تعيش حياة الكرامة فاصل ونرجع لننتقل بحضراتكم عشان نكمل مع بعض حياة الكرامة وكمان نستقبل أسئلاتكم ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بتفضل جسر بيفتح لنا بقاء مجالس العلم ومجالس الزكر اللي كي يذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ اللي أعلى يا رب جعلنا من المذكورين وخاصة في الأيام ببركات أيام شهر رمضان أيام النفحات والأنوار والأسرار ومازلنا مع آيات القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم نتنور ونتبارك وكمان نبني زواتنا وننور حياتنا بأنوار ربنا سبحانه وتعالى وبأنوار مولانا اللي أنزل إلينا كتاب هدية لنبي هدية فكانت هي أجمل هدية لنا في حياتنا لكي تصبح حياتنا مليئة بالبركات وإحنا النهاردة تكلمنا إزاي هنغزل بقى إزاي هيتحول العبد في ذاته كده وهو حاسس أنه هو عبد ممدود فإيه اللي يحصل فيتحول أنه هو مكرم بهذا المدد والنهاردة كده طب يعمل إيه عشان يحافظ على هذا المدد أول حاجة اتعلمناه أنه عشان يحافظ على هذا المدد ببسوطة بسهولة أنه يعرف أنه موصول دائما على الله بالله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل حضرة النبي يتلو علينا آياته آيات الله سبحانه وتعالى وإلي حاصل فلما يتلو علينا آياته نجد آياته كلها بتشمل حياتنا كلها ثم بعد ذلك إلي حصل يفضل الوحيد فينا متمسك بالأمل ويحول هذا الأمل إلى عمل لأن الله سبحانه وتعالى يزكينا ببهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزكيكم فيكى عنا دائما نترقى فالأمل عندما يتحول إلى عمل نترقى به الحاجة الثالثة إيه هي وإيه ويعلمكم الكتابة والحكمة فلما نتعلم الكتاب والحكمة نتعلم العلم لغاية ما نوصل للحكمة وما يؤتى الحكمة فقد قوتي أخيرا كثيرة ونضم إلى ده كمان الخبرة إيه اللي يحصل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وكده تبقى هي دي الأربع حاجات اللي ممكن فيها نحافظ على حياة الكرامة وكده نستطيع أن احنا نعيش مكرمين ومحدش فينا يشوف أن الحياة أكبر منه لأنه عبد الكبير اللي وسع حياته بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل من رب العالمين الحمد لله على أننا عباد مكرمين والحمد لله على أن احنا بنعيش بمدد رب العالمين في حياتنا كده الإنسان يبن ذاته بمدد الله اللي هيوصله لكرامة الحياة ونأخد أول سؤال للنهاردة معانا معانا الأستاذ محمد من اسكندرية أستاذ محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم بالسلام ورحمة الله وبركاته طيب أستاذ محمد أنا بس أطمع أن حداك توطي التلفزيون وتسمعني من التلفزيون لا أسمعني أنا بقيل عن التلفزيون خالف والله اتفضل طيب اتفضل لو سمحت أنا مريض فضر ربنا يديكي الصح يا رب سألقي أصوف أولا هل أستعمل في السلام ولا لأ هل هو نعم أنت بتقول لي أن أنت بتستعمل بخاخة الصدر أنا أستعمل بخاخة ده الصدر نعم كل شوية بيديكي ثمان صدر هل أستعملها في السلام ولا لأ وإنت لازم تستعملها طول الوقت الصحيح اللي عن الفتوى دلوقتي أن بخاخة الصدر اللي بيوصل إليها ما بيوصلش اللي بيوصل إليها ده ما بيوصلش إلى مجرى الجوف وعشان كده دي مش هتفطرك خلاص حج محمد استعملها استعملها يعني عادي نعم مين معنا تاني بعد الحج محمد طيب يا سيدي وإحنا دلوقتي الإنسان المكرم دلوقتي عندنا إنسان بيحيا في حياته لا يشعر بأن الحياة أوسع منه ولا أكبر منه ولكن بيشعر بأن الحياة كمان ربنا سبحانه وتعالى أكرموا بيها فيحس إن الحياة دي كرامة من الله سبحانه وتعالى ولذلك أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فلذلك هو في حياته اللي هو بيعيش فيها دي هو إنسان مكرم والحياة ليست ضيق عليه وليس هو تائه فيها بل من الكرامة اللي أنت تحس أنك مع الله فاكرين لما الله سبحانه وتعالى عرض أمرنا على الملائكة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أول حاجة الله سبحانه وتعالى لما بين بيها حياة الإنسان قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم أدى من الأسماء كلها وعشان كده تجدوا الآية بتاعت النهاردة مليئة بالكلام عن العلم تلاوية الآيات وتعليم الكتاب والحكمة والتسكية وتعليم الكتاب والحكمة وكمان تعليم ما لما نكون نعلم العلم هنا هو مركز الكرامة إزاي يتحول العلم إلى عمل بأمل هو ده مركز تكريم الإنسان ولزايك إحنا لا بد أن نكون حرصين طول الوقت على هذا المعنى أن نحرص على العلم الذي يوصل إلى العمل الذي نعيشه بأمل هي دي حياة الكراماء اللي ممكن نعيشها دوماً أبداً إن شاء الله أستاذ محمد من اليوبية تفضل مساء الله خير إزايك يا شهر مساء النور أنا مساء الله إزايك يا أستاذ محمد أستغلق لكم أعاوز أن تقلت فعلي تفضل أولهم يعجوز السرع بالزيل غير الشرعي ولا لا للسيداتك الزيل غير الشرعي اللي هو أيه الزيل غير الشرعي البنطلون الحاجات اللي هي محرمة المحرمة اللي بدين تتنسي بها في الشارع طيب واحدة واحدة بس عشان واضح إن السؤال كده فيه سؤال ورسالة لحد فأنا عايز بس ناخد السؤال الأول وبعدين ناخد رسالة لحد أنت دلوقتي بتقول لي إن الواحدة لبسة لبس دايق وعايزة تصلي باللبس الدايق ده يعني إيه تصلي باللبس الدايق إنها تبقى لبسة لبس مش لبس دايق يا شيخ اللي هو دايق اللي هو إيه اللبس غير الشرعي اللي هو إيه اللبس غير الشرعي ما قول تاني كده يعني إيه لبس بيبين جسمها يعني اللبس ده لبس شفاف يعني واللبس اصلا ما ينفعش ان الست تصلي الصلاة لابد لكي تصلي الست لابد ان هي تغطي جسدها الا الواجه والكفين واضح فده ده ده اللبس اللي لازم تصلي بيه المرأة ان هي تكون ستر عورتها فما ينفعش المرأة تصلي وهي كاشفها للعورة كاشف كاشف العورة بيخل بشرط من شروط صحة الصلاة خلاص يا سيدي فاذا كنت بتسأل عن ده ان هي هتصلي وهي لابسة جيبها سيارة او مع الرياء ديها او اي حاجة تانية فالصلاة بتاعتها ما تصحش هي لازم تستر عورتها ده السؤال الاولاني السؤال التاني السؤال التاني يا جزر قعدة بالزير وزير الشرعي مع البحارم والسيدات ولا لأ يعني ايه اللبس الزير غير الشرعي بص يا سيد محمد انا اقول لك حاجة بس انا واضح ان انت عندك تركيز على رسالة عايز توصلها لحد توصلها لخطبتك توصلها لمراتك انا عايز افهم السؤال ما تسألنيش عن الزي غير الشرعي الزي غير الشرعي اللي هو ايه اللي هو احنا عندنا الزي الشرعي بتاع المرأة ان هو لا يصف ولا يشف فانت بتتكلم عن ايه ايه الزي اللي غير الشرعي ده وبعدين عورت المرأة مع المحارم غير عورت المرأة مع الاجانب فانت بتسأل عن سؤال اسألولي بوضوح يعني مش هينفع ان انت من خلال الكلام يتوصل رسالة لحد انت تسألني سؤال عشان اجاوب عليه ايه الزي غير الشرعي معنى الزي غير الشرعي ده ممكن يكون في دماغك انت معنى للزي غير الشرعي يعني الحاجة اللي هي مش لطيفة الحاجة اللي هي مش زوء لو هي سترة عورتها سترة عورتها ولا يظهر منها إلا الوجه والكافين دوت عورتها مع الأجانب أما عورتها مع المحارب مع أبوها مع أخوها فعورت المرأة من السر الرقبة انت بقى بتتكلم فعني سؤال بتتكلم عن الحاجة اللي بتوصف الجسم البناطيل والكلام ده طيب البناطيل دي لو كانت هذه البناطيل اللي هي مفهاش كشف للعورة انت دلوقتي مع البناطيل اللي بتصفه بتشفه ديت ممكن تكون أصلا بتختلف فيها نظر الناس هي عليها أن تسطر عورتها وعليها أن تلبس لبسا ليس فيه نوع من أنواع أن هي تصف فكأنها مش لبسة هدوم ولا تشف فتظهر لون الجلد واضح؟ تصف يعني كأنها مش لبسة هدوم وتشف كأنها يظهر منها لون الجلد واضح المسألة يا سيد محمد السؤال اللي بعد كده خلص السيد محمد طيب تفتني فيها طيب اتفضلي طيب دلوقتي أنا دلوقتي احنا يعني في قرب يعني الحمد لله يا ربنا يفق علينا يا رب معلش صوتك أستاذ عزيزة أيوة حضرتك سامعي كده سامع حضرتك اتفضلي معلش اتفضلي أول مرة بس اتكلم في التلفزيون معلش ولا يهم حضرتك احنا كلنا أول مرة نكون هنا اتفضلي الله يبارك لك دلوقتي أنا جزي دلوقتي أحد من الشغل وكنا محتاجين كارد يعني كارد جوات هيعمله عشان خاطر يعمل الرخصة بتاعته ويدفع التأمينات بتاعته طيب يبقى عايز كارد عشان يدفع التأمينات ويدفع الرخصة بتاعت العربية ايه تاني الرخصته هو الشخصية هو معندوسة عربية رخصته هو الشخصية طيب فين السؤال السؤال اللي هو حضرتك دلوقتي احنا دورنا حد يعمل لنا جمعية مش لقين نستلف من حد مش لقين وهو محتاج بسبع تلاف جنيه وقلنا نعمل الكارد دوت عشان خاطر حضرتك يعمل دي الرخصة يتفحل التأمينات بتاعته الرخصة ويروح يستلم شغل ويشتغل يعني طيب الكارد ده حلال ولا حرام اقول لحضرتك اولا ده ما اسموش كارد ده اسمه تمويل احنا بنمول خدمة دلوقتي اللي هي خدمة ايه خدمة استخراج الرخصة وخدمة كمان انت قلت استخراج الرخصة وانه هو كمان يقدر يعمل بعض الامور المتعلقة به اذا كان ده في هذا السياق فده ويكون من قبيل التمويل وليس من قبيل القارد الشخص ولكن ما يكون من قبيل التمويل وده جاء الشرعا وليس فيه لان احنا خلاص استقارت الفتوى على ان الاشياء التي تتعلق بالخدمات والاشياء التي تتعلق بالمشروعات والاشياء التي تتعلق كمان بالأشياء التي تتعلق بالسلع كل الحاجات دي بتكون من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد فده جائز وليس في حرم معنا الأستاذ محمد من الليوبية سلام عليكم عليكم السلام عليكم إذاك الشيخ القرصان طيب وحضريك طيب تفضل أستاذ محمد بقال الله حضراء جراءاتي الحاجة عندي والدي يعني هو مريض سكر والدكتور كشفت عنده قال لي لازم أن يفتر فهو مصر عايز يصوم هو سمعني دلوقتي هو للأسف طيب يا سيد محمد هو دلوقتي المرض اللي عنده مرض الدكتور قال ما ينفعش يصوم في أي حال من الحوال تبلى على الرشدة لا يصوم فهو عايز يصوم وأنا بقول له لا يفتر فأنا الحد لك مش عارف أمشه رأي هو لرأي الدكتور طبعا رأي الدكتور قولا واحدا طبعا لأنه هو اللي حاصل لأنه إحنا مأمورين بأن إحنا لا نوقع بعيدين إلى التهلكة ومأمورين أن إحنا نحافظ على أنفسنا وهو لابد أنه لا يحمل نفسه ملاطيق والدكتور لما عمل كده والدكتور مش هيكسب حاجة لما يقول له أنه هو يفتر يعني هو مش عايز يفسد عليه دينه لو عايز يحافظ على صحته فلذلك هو يفتر ويسمع كلام الدكتور وياخد الدواء في مواعيده ودواء من القربات ورسول الله سلام بشره أنه هيكتب له الثواب صحيحا معافا وسعيتها لو الدكتور قال له مش هيصوم تاني خالص يبقى عن كل يوم فدية بتساوي 20 جنيه 20 جنيه الفدية بتاعت اليوم بتاعت اليوم نعم اه طيب أنا كنت طلب طلب زي ما اعلنت دار الإفتاءة المصرية طيب طلب طلب صبير من حضرتك فضل أنا عايز رقم تليفونك لك في كنترول عيدولك اتشرف اتشرف يا سيد محمد يعني على رأسي نعم السيدة المعامري في المنوفية أيوة السلام عليكم يا حجام معامر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي ازيك يا دكتور عامر نعمة وفضلة بس كل سلام حضرتك طيب لو تكريميني نقطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون والله حضرتك ايه ايه اتفضلي يا حجام معامر بص أنا أنا عليها ندر عجل يا دكتور عامر طيب أنا عليها ندر عجل فانعي أنا مش هادر هزيبه كله انا في مكانياته عشرين ألف طيب انتي قلتي ايه طيب استني عجل كبير وإحنا هنساعدك فيه يعني هيكملوا على العشرين ألف زي ما دي ويطع تلاتين خمسة ودلاتين زي ما يقطع طيب يا حاجة حاجة معامر انتي قلتي ايه قلتي ايه عشان عشان الندري ده قلتي ايه انتي قلتي ايه انا انا ابني كان عيان وفي المستشفى كان عنده مرض سرطان وكان في المستشفى فأنا قلتي يا رب لو خرج بالسلامة انا انا هبح له عجلي دبحت عجلي قبل كده ولدرت عجلي تاني برضه قلتي ايه بقى عشان العجلي التاني قلتي يا رب لو خرج بالسلامة وقالي بالسلامة انا هبح نفس العجل انا اجيب عجلي برضه واباحه طيب اولادك لو تدولك لفلوس وانتو الاتنينını اشتريته بي العجلي والولادك تدله فلوس وانت لدبحت العجلي خلاص انتي كده خلاص ماعليك الشي لا لا انا تبحت العجلي الاولانايها هناللي جبتوا ما انحنا ب Kubernetes one الاولاني انا جبت ودبحت الواحد خلاص خلاص ما انا عارب نا ندرتي عجلي تاني يا دكتور انا امكانيتي امكانيتي عشرين ألف طيب اولاده قلو لي لدي عجليا 20000 واناش تبدبه حاجة احنا هجيب عجل الجنون كملك بنيت لن احنا بنساعدك. خلاص. بدل انا هتباحه بقى في العيد يا دو انا هتباحه في العيد. هتباحه في العيد مش بنية الضحية. انا هتباحه بنية النجل اللي علي. طيب حاجة يا معمر. خلاص خلصت كده. وما عزنا استنى يا دكتور بس لما كملك. هوزع هوزع وهم عايزين ياخدوا لحمة بكيمة الفلوس اللي ادفعها معايا. خلزة يا جود. طيب يا ست. يبقى انت كده معكيش تمن العجل. لا مش يعني انا في حدودي عشرين. كمسة عشرين. طيب بقولك حاجة. جيبي عجلي. جيبي عجلي على قد العشرين. وما لكيش دعو بولادك. ايه. جيبي عجلي على قد. بقى هو بيقولك قولي قال ايه. باش هو يسكت. مش انت بتسأليني. خليه يسكت. هو اللي بيقولك قولي له انا بتكلم من المحمول الصب بتاعك مش عالع معايا. طيب اسمعاني كده يا معمر. اه. بص يا حاجة معمر. المسألة البساطة. لو انت تقداري تشتري عجلي بعشرين الف اشتريه. اه. واتباحيه وكده خلاص ما بقاش الندر حصل. يعني اشتري الواحدة واباح الواحدة. بالزبط كده. وان شاء الله ربنا يتقبل منك يا معمر. نعم. اذا. يا سادة. بس عشان نوضح للسيدة المعمر. السيدة المعمر بس. ان العجل اللي انت هتشتري دا وقت بيبقى عنك. اما وان اولادك بعد ما قالوا انهم هم نجيب عجل كبير. وبعدين هم ياخدوا. بتمن الفلوس اللي ادوا لك. لا. هو العجل دا هيطلع للفقراء. لان خلاص. النزر دا بيطلع لفقراء المسلمين. فهم اذا كانوا هياخدوا بقى من العجل دا بمقدار اللحم دا. يبقى العجل دا ات ما كانش نزر. انت لازم لما تيجي تتباح العجل دا. انت نزرت ان انت تتباح عجل. فلما تتباح عجل العجل كله يبقى النزر. يبقى ايه اللي حاصل? يبقى انت تشتري العجل بالعشرين الف جنيه. ويبقى انت كده وفيت النزر بيه. مش لازم تجيبي عجل كبير. انت نزرت ان انت تتباح عجل. لان انا تباح دا اي عجل. حتى لو اقل عجل. يبقى انت ان شاء الله وفيت بنزرك لان انت كده انت عملت المطلوب منك. يا سادة. افكركم. احنا بنبني بنتبني مع بعض. شعارنا في رمضان في بلنامج ولا تعسره. القرآن يبني. ان القرآن بيبنينا. بيبني زوتنا. بيبني بيوتنا. بيبني اعمالنا. بيبني علاقتنا. بيبني مستقبلنا. بيبني سعادتنا. واحنا النهاردة خدنا اول تاني نور بعد النور الاولاني من انوار القرآن الكريم. خدنا نور من اياك نعبد و اياك نستعين. واخدنا ان العبد يعيش ممدود من عند الله سبحانه وتعالى. واخدنا النور التاني من الاية اللي احنا الناردة عيشنا معاها ان الانسان يعيش مكرم. يبقى ازاي حياتك كريمة بمدد الله. فعيش كريما. لا تستصعب شيئا ولا تعجز. واستعن بالله. لانك ممدود. ولان هذا المدد هو الذي كرمك الله به. فعيش حياتك. وانطلق. ولا تجعل شيء يعجزك. لان الله سبحانه وتعالى كرمك. ومن كرمتي لك انه ارسل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليك ايات القرآن الكريم. ويزكيك. وايضا يفتح قلبك للعلم والحكمة. وايضا يفتح لك طريق ان تتعلم ما لم تكن تعلم. مفيش مانع ان انت تبدأ حياتك وما تكونش عارف. لكن اكيد لانك انت كريم. ربنا خليك مهيئ ان انت تتعلم. اخدموا الناس. وتعاملوا ان حياتكم حياة متسعة مش حياة ضهيقة. واقبلوا على الله. ولا تتركوا شيء يعجزكم. لانكم مكرمون بتكريم الله لكم. اللهم اجعلنا دائما. نذوق حلاوة انك. انت الذي اكرمتنا. وانت الذي جعلتنا نحيا في الحياة. وهي مسخرة لكي نقبل عليك. اللهم ادم علينا الكرامة. بان نقبل عليك. واجعل قبولك لنا. وتيسير حالاتنا. خير علامة. على اننا حزن القربة. والكرامة. يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. يا رب العالمين. اشتركوا في القناة.